ضمن فعاليات الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي أقامت مديرية الصحة في القنيطرة ندوة توعوية في المركز الثقافي ببلدة حضر استهدفت النساء في البلدة للتوعية حول مخاطر وأثار المرض وضرورة المتابعة الدائمة وإجراء الفحص الدوري له لأن اكتشاف السرطان في وقت مبكر يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير طبعا ضمن خطة مديرية الصحة لقنيطرة للتقديد فعاليات الشهر الوردي شهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي تقيم اليوم برامج الصحة العامة في مديرية الصحة بالتعاون مع المركز الثقافي في هذه البلدة محاضرة توعوية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هذا المرض ما هي أعراضه ما هي عوامل الخطورة كيفية مراجعة السيدات للمركز الصحي وبالإضافة إلى ذلك هناك محاضرة أو ورشة عمل عملية لتعليم السيدات كيفية الكشف والفحص الذاتي للثدي بالمنزل بدي أقول للسيدات بكل مجتمعنا السوري أنه هل نحن في خطر؟ نعم نحن بخطر مدام في عوامل خطورة كثيرة بتخص هذا المرض مدام في نساء عندهم إصابات سابقة بسرطان الثدي هذا عامل خطورة في عنا نساء عندهم قصة عائلة لإصابة بسرطان الثدي كمان هذا أحد عوامل خطورة البلوغ المبكر عند البنات هذا من عوامل خطورة الحمل بعمر متأخر هذا كمان عامل خطورة بالنسبة لسن الضهي كمان إذا كان متأخر بعد 51-52 بالنسبة للعوامل الخطورة الكثير الأشائعة بما يخص الحمي عدم الالتزام بالغذاء الصحي عدم الالتزام بالرياضة بممارسة الرياضة بالنسبة للتدخين الكحول عوامل خطورة الكثير صارت شائعة لذلك لسه أقول أننا ما زلنا فيه خطر ولازم نتابع هذه الحملات وإن شاء الله بنوصل ونكتشف كل حالات الإصابة بسرطان الثدي بشكل مبكر ونوصل النسب شفاء عالية وبعد الندوة قام الفريق المختص من مديرية الصحة بجولة على كروم البلدة للقاء النساء اللواتي لم يحضرنا بسبب انشغالهن بقطاف موسم التين كي تعم الفائدة على أكبر شريحة من النساء في حضر والأخذ بأسباب الوقاية من سرطان الثدي ترجمة نانسي قنقر